تحاق بنا اللحظة سيد محمد فتسا نائب برلماني عن جبهة التحرير الوطني أهلا بك معنا طبعا ورحب من جديد بسيدة بن سحنوني فوزيع تبعنا التقرير كما تبعنا الجدل الذي دار أمس بين نواب البرلمان تبعنا أيضا حالة السيدة تبعنا أيضا رأي السيد يوسف خبابة بداية سيدة بن سحنوني كبرلمانية ما هو رأيك في هذا القانون وهل يستوجب ربما إدخال بعض التعديلات عليه شوفي بصراحة أن هذا القانون أنا ما فهمتش كيفاش دارو ضج عليه ما زال ما فهمتش كأن هذه المرأة هاكي شدتية الحالة احنا ما درناش الحالات كين حالات كثيرة كين هذه الحالة راحت الاجستيس ومن بعد على جلقوت ولادها حبست ما غيرها هي تتلقى الضلم وتتلقى الإهانات داخل المؤسسة يعني هما يضربوك بجيبك سيسا هذه هي العبارة لكن أنا هذا القانون ما نشي نشوف فيه نقطة ضد الرجل أو حاجة تخدم المرأة أكثر من الرجل وكنت خاف هذا القانون يخدم الأسرة الجزائرية لا المرأة الجزائرية الأسرة لكي تحمي المرأة كي حميتي أسرة بأسرها لأن هذا اللي تعود يوريلي هذا المثال تع المرأة بأن هي كي تتعرض أسرة تحتها كلها تتهز ما هو رأيكم سيد أبو حمد؟ بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا ونشكركم على حسن الاستقبال وأول مرة ندخلوا هذا البلد وعندكم إن شاء الله مش هيد المرأة لولا إن شاء الله أنا بيدوري أن ننحيي المرأة الجزائرية على نهنيها بمناسبة اليوم 8 مارس العالمي ونقول لها بالبركة عليك لأن القانون أحمك وطلك حقك لأن هذا قانون عالمي بالنسبة لظاهرة العنف العنف ليس ظاهرة حديثة بل قديمة متفشية في المجتمع وليس المجتمع الجزائري فقط وإنما عبره كفت شريح العالم الغربي والعالم العربي ونقول بأن هذا القانون جاء ليحمي المرأة ولكن أحيانا فيه بعض اختلالات لم يكن هناك توازن وأن أنا نقول للمرأة أنك تمداحي الرجال اللي يوقفوا أمامك جانبك ونتحمد ربي لأن هذه المرأة عبر العصور الغابرة كانت مقهورة مظلومة تدفن وهي حية تؤد وهي حية تعليقك على الحالة يعني حالة السيدة الحاجة اللي كانت معنا في الحقيقة أنا نتعاطف معها في بعض النقاط ولكن لم أعرف الأسباب الحقيقية لابد أن أذهب إلى العمق لا يمكن أن هي تحدثت يعني بالتفصيل تحدثت بالتفصيل بأن هناك مؤسسة إذا كان هل هذه مؤسسة تربوية أم مؤسسة هي تحفظت على المؤسسة طبعا خوفا من نحن أتمنى تكون في منظرش بأن تكون في مؤسسة تربوية ربما في شركة تعامل معها ليس المودر وإنما نائبها ربما المقتصد أو صاحب المال فهي طلبة حقها لكن المودر لم يتدخل ولكن أنها طلبة هذا السك البريدي وربما حدث لم ندري ربما حدث بينهما شجار ربما حدث بينهما ترشق بالكلام وفنفض في وجهها ليبيل لها لكنها تعرضت لي الضرب على مستوى اليد عندها حتى شهادة طبية إذا كان عندها شهادة طبية وانضربت لابد أن نعرف الأسباب الحقيقية ربما أنها كانت بفاعل كانت ربما بفاعل طيب سيد محمد تبعنا تصريحك في التقرير قلت أن المرأة يعني بتابعها أو تبرج عكد تحدث في التقرير لكن تبعنا الحاجة كانت يعني كبيرة في العمر وتعرضت للعنف نحن نحتارب المرأة والمرأة هي جزء من المجتمع عليه تجزء هذا الأخت هذه رهي الأم رهي الأخت رهي البنت رهي الصاحبة رهي الخالة رهي العم حنا عمرنا مجينا ضد المرأة وهنا بالعكس أن المرأة نحميها وندافع لها لأن هذا المرأة أن الإسلام أطال حقها الشرعة أطال حقها وصانها وصالها كارمتها وحتى الدستور خولها باش يحميها 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 الحقوق تاحها والواجيبة تاحها وهذا المرأة إذا كان هي مظلومة فعلا وجابت شهادة طبية وتبرهن لأن القانون تلجأت على الجنح باين وظهر يعني إذا كان ضربها عمدا وعندها شهود إذا كان عندها شهود وعندها توجه إلى المحكمة والمحكمة تنظر في القضية وبعدها تروح للجلسة إذا كان عندها حق وبالشهود التاحها وحقيقة مع ليش؟ إذا كان ما عنده حق أنا عنده حق طيب سيدة سحنوني نواب البرلمان الرجال يرون في هذا أنا إلقاء لهم على الرجل وحده وإشحف حقه وظلب له شكرا أنا بش نقولك بصحة مناشة كل النواب الرجال ماشي كامل فئة من الرجال لضد هذا القانون لكن إخواننا الرجال كل احتراق لأن شوفوا كين شوفوا الوزير العدو نشوفوا إخواننا الرجال كانوا يدفعوا على حقوق المرأة وكانوا معهم لأنهم هذو اللي رام يدفعوا هو ما رأهم في دراية حقيقية ويمشوا في الشارع يعني ما سيسوهاش يعني شوفوها من جانب أخلاقي ما شوفوهاش من جاب آخر شافوا وصلنا لحد لازم يكونوا صراحة والنساء ما يشوفوا فينا كونوا بصراحة الراجل مع مرته ما يقدرش يمشي في الشارع الراجل مع بنته مع أخته ما يقدرش يمشي في الشارع الفاظ فيها كل شي احنا نقول لك الشي اللي تغير في الجزائر احنا كما قال الأخ الدين الإسلام يعطانا صح الدين الإسلام يعطانا صح ورح تطبيق هذا تعديل إسلامي وكان تبقوه ما نوصلوش احنا ما نوصلوش نديروه قوانين لأن الأخلاق والقيم الجزائرية تغيرت تغيرت الآن اسمح لي تغيرت القانون يحمي إذا نحن يشوف حاجة لأي شي ليجي على المرأة كأنهم نتعقدوا ما نتعقدوش هذه خطنا هذه أمتنا هذه خالتنا هذه جدانا هذه جارتنا اسمح لي اسمح لي اسمح لي مش بهذه الطريقة خليتك تتكلم خليني تتكلم هذه الديمقراطية إذن الإنسان دار أي إذن هذه الأمور هذه من أخلاقنا الأخلاق بتاعنا والقيم بتاعنا أنا أقول لك شوفي انتيام الأزمة اللي جازت بها الجزائر والأزمة هذه هي زادت كان بكري كاين اللي أم بس أحبت خبية بتحشمها كالناس تحشم تحشم الجارها شوفي كنتي أنتي والناس يحميك جارك جارك هو ليحميك الآن كل واحد يختراسي كما ضحية كما قضية الإرهاب نفسها أنا ونقول لك ذوك أولينا أولينا إرهاب سمح لي الإرهاب لا بكترة لأن هذه المرأة لأن أنت أربي أعطلك عضلات وأعطلك قوي قوي سنعود لنقاش قوي وفي الإرهاب ما فيه وجود الرجل أكثر من النساء سنعود لنقاش